اشتركوا في القناة ضيفا عزيزا بين اهله واخوانه في مملكة البحرين الذين تجمعهم باشقائهم في المملكة العربية السعودية وشائج القربة والاخوة والمحبة والمصير المشترك على مدى التاريخ واستعرض العاهلان حفظهم الله مسار العلاقات الاخوية التاريخية الحميمة الوثيقة والروابط المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد على الدوام المزيد من التقدم والنماء والتطور في جميع المجالات كما اكد جلالة الملك المفدى اعتزازه بعمق العلاقات القوية والمتميزة بين المملكتين والتي بناها واسسها الاجداد والاباء واسار على نهجهم الابناء والتي تزداد رسوخا ومتانة مع مرور الزمان مؤكدا جلالته ثقته التامة بان هذه الزيارة التاريخية الاخوية لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين ستحقق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة العلاقات البحرينية السعودية على المستويات كافة لتلبية طلعات وطموحات الشعبين الشقيقين في مزيد من الرخاء والازدهار كما اكد العاهلان رعاهم الله الحرص المشترك والمتواصل على التعميق وتنمية هذه العلاقات العريقة والدفع بوتيرة التعاون وتطوير الاهليات للتنسيق المتبادل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما جرى بحث مجمل الاحداث في المنطقة واخر موسجدات الاوضاع وتطورات الجارية على الساحتين العربية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها حيث اثنى الملك المفدع على المواقف العربية الاصيلة للمملكة الشقيقة في نصرة قضايا الامة العربية والاسلامية مؤكدا جلالته ان المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل العمق الاستراتيجية الخليجية والعربي والركيز الاساسية في حفظ امن واستقرار المنطقة وصمام امانها بما بذلته وتبذله من جهود من اجل الدفاع عن المصالح العربية واحرصها على تماسك ووحدة الصف واجتماع الكريمة منوها حفظه الله الى ان تاريخ امتنا العربية سوف يظل يستذكر البواقف التاريخية المشرفة لخدم الحرمين الشريفين حفظه الله وقراراته الحاسمة والحازمة في مواجهة الاطماع الخارجية ومحاولات التدخل في شؤون المنطقة العربية ودوره في خلق موقف خليجي عربي موحد في التصدي لهذه التدخلات وهو ما يتجسد بوضوح في عملية استعادة الشرعية في اليمن الشقيق التي سيقف امامها التاريخ طويلا ليؤكد انها كانت محطة فارقة وفاصلة في العمل العربي الشجاع القائم على المبادرة والاعتماد على الذات في حماية المصالح العربية العليا واجهاض مخططات التوسع والهيمنة في منطقتنا داعيا جلالته الله عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة وطنه وشعبه وامته العربية والاسلامية من جنيبه عرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله عن بالغ الشكر والتقدير لأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على ما لقيه في مملكة البحرين من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والوفادة وحسن الاستقبال التي عكست عمق ومتانة العلاقات بين المملكتين مثمنا دور جلالته الرائد في تطوير هذه العلاقات الأخوية التي تتميز دائما بخصوصيتها وعراقتها منذ قديم الزمان كما أن أخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك المفدى على نجاح القمة الخليجية التي انعقدت على أرض المملكة مشيدا بالجهود المباركة والناجحة لجلالة الملك المفدى التي أسهمت في إنجاح جلسات القمة وبدور جلالته في دعم وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل خير وصالح أوطاننا وشعوبنا الشقيقة سائلنا الله أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الكريم ويديم عليها الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى هذا قد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مأدبة عشاء كبرى تكريما لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين للمملكة كما حضر المأدبة صاحب السموة الملكية الأمراء والوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين كما حضرها من الجانب البحريني كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من كبار المدعوين